وانا لسه منزلها هو سنجل مفروض ان اول سنجل الله يبارك فيكي كلمات ولحن عزيز الشفعي صديقي الفنان الكبير بشكره بقولك رس انا هو طيب وتوزيع العبقاري هاني عقوب انتي متعاملة مع اسماء كباري مش هقولك يعني مش قادرة اقول اشكر مين ولا مين ولا مين انا فعلا في الالبوم انا عاملة 12 غنوة هنسمع منهم اين النهاردة النهاردة هنسمع الغنوة اللي المفروض نزلة مبارح وانا نهاردة اكسكليوزيب على فكرة على القناة الاولى ان انا بديكوا البرومو بتاع الغنوة بتاعتي دي يعني حاجة تترفنا وتبساتنا ألف مبروك الله يبارك فيكي بس احكيلي بقى عن الالبوم احكيلي اكتر عن الالبوم انتي بتقولي الالبوم تقريبا كم اغنية؟ 12 اشتغلت مع عزام الملحنين والشعر اللي موجودين في مصر مش عايزة انسى اي حد اول حاجة هتنزلي هو قلتلك بتاعت اسمعتوش خط الاول؟ باشخط يعني الفكرة ان الناس كلها لسه مش مصدقة ان شايماء اللي كان بنغني بقى لما تنزل قاية تنزل بتفط قالوا شايماء توشخط ما دي المفاجأة يعني ان انا بحاول اغني حاجة دمها خفيف وفيها شوية دراما وفيها دلع حاجة كده يعني برس صندوق شوية وعلشان الصيف هو السنجلي اللي بعدها وطبعا يا دي اخراج العبقاري صديقي اللي انا بحبه جدا اسلام الفولي بشكره بشكل كبير جدا دي بتعملي فيديو كلاب وده موضوع تاني لا انا خلاص بقولك دي نزلة المفروض يا رب تعجب الناس الغنوة اللي بعدها بردو هتبقى كلام احمد ابراهيم والحان صديقي والمطرب العظيم اللي انا بحبه كل مصر بتموت في صوته المطرب الفضيع احمد سعد اه وتوزيع العبقاري فهد اه واخراج كامبا دي بردو بس دي دراماية بقى الحاجات اللي هي بتعيت انتي بتحبي موضوع الفيديو كلاب او لسه حاسة ان هو لانه فيه تراجع فمسألة التصوير الاهين هقولك بقى الفكرة بالنسبالي مش فكرة ان انا بفكرة الفيديو كلاب بس طبيعي ان الناس دايما بتربط كانت شايماء ناجي دي انا وقفة على الستيج بغني بقى فبغني بقول طبيعي ان هو يشوفه كاركتر تاني خالص كاركتر ليه دعوة ان انا ممكن ابقى بدحك ابقى بهزر ابقى بتحرك بتنطط كاركتر تاني ان انا بغني دراما بغني يعني عايزهم يربطوا الشكل ده بالمطربة بالاسم دي فاهمها يعني هي باكتج كلها ففكرة الفيديو كليب هي بتربط شكل المطرب يعني بكل تفاصيلك يعني وانت قردي بتمثلي او بانت بتعملي اي حاجة فانت بتاخدي وشك بياخد دايما ري اكشن الناس بتحفظه كمان فالناس لازم تحفظ الري اكشن دي بالشكل ده يعني بحول اغير باطلع بره العباية وهو بصراحة يعني بقولك انا جوزي ساعدني في ده ان انا لازم اطلع بره العباية شوية بتاعة الابرا عشان كده تراجعت شوية عن فكرة الابرا وان الناس تحفظني بقى بشكل جديد وايه الصعوبات اللي وجدتك وانت بتختاري الكلام اللحن لانه صوتك ليه بصمة مختلفة خلينا نبقى متفقين على ده علشان تبطري تدخلي لسوق الغنائي اللي هو خلينا نقول تجاري مضبوط سوق تجاري اكيد ده ليبقاييس معين بصي اللي كان صعب علي ان انا اغني اغني شوية خفيفة ان انا مغنيش جملة لحنية كاملة وبقى بقول عرب برحتي وبتاع يعني احمد ساعد واحنا بناخد تيك الغنب فانا بغني بقى وبقول ان شافعي قال لي الله بص انت حببتي وهيلة وبس الجملة دي بحنقولها في غنوة تانية احنا النهاردة حنغني سامبل خالص مش حنقول اي عرب مش حنطول في الجملة عزيز الشافعي وانا بغني معايا عزيز انا بغني الكلام متقطع يعني كان صعب علي وبعدين اقول لجوزي يقوله يعني انا الكلام انا بكرر كلام مش عارف اقوله بقيت بجرب لحد ما بعد شوية بدأت ااخد على فكرة البيت ان انت بتغني بيت سريع شوية بتغني كلام غير الكلام اللي انت بتغنيه زمان بتقولي قصايد والاطلال دلوقتي انت بتغني الكلام كوميرشل المفروض الاتين ايجز تسمعه يعني الفكرة ان انت تبقي متواجدة متواجدة كمان بلغة العصر دي حقيقة صعب قوي بالموسيقى اكتر حاجة بتوصل وبتخلي كل الناس تسمعين والناس اهم حاجة بتنتقدكيش على كل اللي انا بقولهولك ده انه حدش يقول لا بصي دي خرجت بره عبيتها جدا فتبقي بالنسبة لهم الناس تنفر منك انا مش حبة ان انا عامل ده ايه الاغنية اللي شفتها قبل ما تعملي الالبوم وحسيت انها لايق عليك اغنية جديدة اللي مطلبة بتحبيها حسيت ان الاغنية دي يمفي عشان ما قد تغنيها هقولك بقى احنا مرة كنا قاعدين صحاب بوجه تحية كبيرة جدا لابوي الفني استاذ بهاق الدين محمد يعني بحبه تحية كبيرة جدا الشعر كبير طبعا استاذ بهاق الدين محمد فانا كتير يعني انا قاعدة بغني كده وبدندن وبتاع فلقيت نفسي في كلام الرجل العقري ده جمع كل بص كل الكلام اللي دعوا بمشاعر الحب في غنوة واحدة ما تسألنيش ازاي يعني انا ما عرفش هو جاء كونها ازاي في غنوة انا ما قدرتش فافضلت الكلام يعني كنت بتفرج على فيلم وفضل كلام الغنوة بيتردد في ودانك كتير من عشاء اولا دي بالزبط بشيرين اه شيرين فاروحت كنت قاعدة معناس صحابي وبتاع وطور بقولك ايه ما تعالى ان اغني اي حاجة على البيانو كده ولقيت نفسي بغنيها ما تخيلتش ان انا مثلا بعدها باسبوع عشرة يامي لقي نفسي تريند يعني بجد وبسي الموضوع كان سهل قوي انا كنت حاسة انك لانا شفت الفيديو ده على السوشيال ميديا انت حبة الغنوة باين عليك انك حبة الغنوة شلين كلمتني بتقولي ايه انت في ايه استوزبهاء لقيته الصبح بيشير الغنوة وانا بنزلها كافر ان انا بهزر انا وناس صحابي بنلعب بيانو وبغني بغني بسلاسة جدا وبعدين حتى في النص كده عنها كانت حمرة ان جمع كل مشاعر الحب في غنوة فانا انا اصلا بحب الغنوة دي